شكراً سيد الرئيس كنت أنظر قبل دقائق إلى أسماء الدول الأعضاء في مجلس الأمن فلاحظت أن دولتين فقط من الخمسة عشر لهما سفارة في دمشق دولتان فقط ولذلك كان كلام ممثلي هاتين الدولتين هو الأكثر دقة وقدرة على توصيف الواقع الإنساني في بلادي وتقييم هذا الواقع بشكل نزيه وموضوعي السيد الرئيس كنا قد بشرنا أهلنا في سوريا في نهاية العام 2016 في هذه القاعة بالذات بأن الحكومة السورية ستحرر جزء الشرقي من مدينة حلب من المجموعات الإرهابية المسلحة وفعلنا ذلك كحكومة كجيش كدولة مسؤولة عن وطنها وها نحن اليوم نبشرهم نبشر أهلنا بأن ساعة تحرير كامل الغوطة الشرقية من ممارسات هذه المجموعات المسلحة الإرهابية قد دقت كما نبشرهم بأننا سنحرر الجولان وعفرين والرقة وأدلب وكل شبر من أرضنا المحتلة لأننا كدولة نرفض أي وجود غير مسلح على أرضنا وأي قوات محتلة مهما كانت الزرائع حالنا في ذلك حال أي دولة من دولكم إن هذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا عدالة قضيتنا وتضحيات الجيش العربي السوري واحتضان الشعب له ولولا دعم الحلفاء والأصدقاء إن الحقائق التي تكشفت خلال الآوينة الأخيرة مع عمليات تحرير منطقة الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية المسلحة تثبت مرة أخرى ما كنا قد أبنى على نقله إليكم منذ اليوم الأول للحرب الإرهابية العالمية التي شنتها السعودية وقطر وإسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على بلادي بأن السبب الرئيسي لما يعانيه السوريون هو ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين حيث أكدت شهادات أهلنا ممن يخرجون من الغوطة الشرقية وهم بعشرات الآلاف عشرات الآلاف أكدوا قيام هذه المجموعات على غرار ما كانوا قد فعلوه في حلب غيرها بمصادرة حرياتهم وقطع أرزاقهم وتشتيت أسرهم ومنعهم من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة بهدف الاستمرار في استخدامهم كدروع بشرية وبالاستيلاء على المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين واحتكارها وتوزيعها على مناصريهم أو بيعها للمدنيين بأسعار باهظة وباستهداف الممرات الآمنة التي خصصتها الحكومة لخروجهم وذلك بالرصاص المتفجر والقذائف مما أدى إلى مقتل العشرات منهم بمن فيهم عدد من الأخوة الفلسطينيين إنما شهدناه في هذا المجلس أيها السادة من تحركات هستيرية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية والتي ترافقت مع قيام الدولة السورية بممارسة حقها السيادي في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتطهير أراضي الجمهورية العربية السورية من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لكل السوريين تنفيذا لقرارات مجلسكم أنتم ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كل ذلك يثبت أن هدف الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية لم يكن في يوم من الأيام رفع المعاناة عن المدنيين السوريين وإنما الدفع باستمرار هذه المعاناة بغية ابتزاز الحكومة السورية سياسيا وإنسانيا وإنقاذ الإرهابيين من مصيرهم المحتوم أود هنا أيها السادة أن أطمئنا رعاة الإرهاب اليوم وبعضهم في هذه القاعة بأن خطتهم البائسة التي عملوا على الترويج لها على مدى السنوات السبع الماضية لتغيير الصفة الإرهابية عن هذه التنظيمات الإسلامية إسلاموية التكفيرية ومحاولة تقديمها على أنها معارضة سوريا معتدلة قد باءت بالفشل الغوطة لم تسقط كما قالت زميلتي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بل تم تحريرها كما حررنا شرق حلب من سقط في الغوطة الشرقية هو الأرهاب الأرهاب وليس المدنيين نعم يجب أن يكون هذا العام هو عام عار هذا اليوم يجب أن يكون يوم عار كما قالت لكن يوم عار على رعاة الأرهاب لأنه بدعمهم للمجموعات الأرهابية على مدى سنوات بهدف قلب نظام الحكم في سوريا بالقوة لصالح مجموعات إسلاموية تكفيرية قد نتج عنه معاناة كبيرة للشعب السور هذا الكلام لا أقوله على عواهنه ها هو قائد المنطقة المركزية هيك اسمه في القوات المسلحة الأمريكية يسموه السينتكوم الجنرال جوزيف فوتيل يقر أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للقوات المسلحة برئاسة السينتور لينسي جراهام قبل يومين أو الأمس قال الجنرال فوتيل وأقتبس إن تغيير نظام الحكم في سوريا بالقوة لصالح مجموعة من الإسلامويين المعارضين قد فشل انتهى الاقتباس سيد الرئيس لقد عقد هذا المجلس تسعة وأربعين جلسة رسمية حتى الآن تسعة وأربعين جلسة لمناقشة ما يسمى بالوضع الإنساني في سوريا هذا ناهيك عن الاجتماعات غير الرسمية والطارئة واجتماعات الأرية فورملا حيث استمع المجلس إلى تقارير وإحاطات مليئة بالمغلطات اعتاد بعض كبار موظفي الأمم المتحدة على تقديمها خدمة لسياسات بعض الدول الغربية النافذة في مجلسكم الكريم هذا وللضغط على الحكومة السورية وقد اتسمت تلك التقارير والإحاطات بالابتعاد التام عن المهنية والموضوعية والتغاضي عن الاعتداءات التي تم توجيهها ضد سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية سواء من خلال العدوان المباشر للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل النظام التركي أو سلطات الاحتلال الإسرائيل أو من خلال تقديم شتى أشكال الدعم من قبل تلك الأطراف وغيرها للجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي داعش وجبهة المصر الإرهابيين والميليشيات التي تم تصنيعها في هذه الدول تسعة وأربعون تقريرا ومئات الاجتماعات والإحاطات وآلاف ساعات العمل ومع ذلك لا تزال هناك دول لا تريد أن تعترف بأن سبب نشوء الأزمة الإنسانية هو الاستثمار الخارجي في سلاح الإرهاب والإجراءات القسرية أو حديث الجانب تسعة وأربعون تقريرا ولسان حالي اليوم أيها السادة يقول المثل القائل وكأني أعاتب صما وأطلب حديثا من أبكمي وربما يترجم المثل الهولندي المشهور السيد الرئيس طالما أنه يأتي من بلادكم وهو المثل الذي يقول الورود الجميلة لها أشواك باعتبار أن هولندا بلاد الورود الجميلة ربما يترجم هذا المثل واقع الحال أكثر من غيره السيد الرئيس السيد لوكوك أشار إلى أن كشكول ضربت بصاروخ لكنه لم يذكر من أطلق هذا الصاروخ السيد لوكوك قال أن هناك ثماني ملاجئ جماعية للخارجي من الغوطة لم يشر إلى جهد الحكومة السورية في استضافة مية وخمسين ألف مواطن مدني خرجوا من الغوطة الشرقية ما بيعرفوا من يشرف عن الثمان ملاجئ السيد لوكوك لا يعرف ربما سكان الفضاء الخارجي هم الذين يهتمون بالمية وخمسين ألف مدني الذين خرجوا من الغوطة السيد لوكوك قال أن الأمم المتحدة والشركاء والهلال الأحمر السوري يساعدون الخارجي من الغوطة يعني الحكومة ما لها أي دور إذا كان الحكومة ليس لها دور فلماذا توجه لها الطلبات يا سيد لوكوك إذا كنت لا ترى حكومة سورية شريكا معك فلماذا توجه لها الطلبات بالموافقة على إرسال قوافل السيد لوكوك قال أنه مية وثلاثة وخمسين ألف وخمسمائة شخص لجأوا من عفرين إلى تن رفعت بسبب ما وصفه هيك قال حرفيا الأعمال الحربية أعمال الحربية بين مين ومين مين ومين مين اللي أجبر مية وثلاثة وخمسين ألف أنه يغادروا عفرين أليس التركية أليس العدوان التركي على عفرين يا سيد لوكوك السيد لوكوك قال أن الحكومة السورية هذه المرة الوحيدة اللي ذكرها وافقت على تسيير قافلة مساعدات إلى مخيم الركبان لم يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تعرق الإرسال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان لأن القوات الأمريكية هي التي تحتل مخيم الركبان ومنطقة التنف المهم هناك كثير من الكلام الذي يمكن أن يقال ولكن لا أريد أن أخذ من وقتكم الكريم أكثر من ذلك لن أخوض الآن يا سيد الرئيس بتفاصيل ما تضمنه تقرير الأمير العام رقم 49 سأضرب لكم مثلا واحدا فقط حول ابتعاد هذا التقرير عن الموضوعية والحيادية حيث يتحدث التقرير بإسهاب وفي أكثر من تسع فقرات تسع فقرات ناين باراغرافس عما يعانيه المدنيون في الغوطة الشرقية وما لحق بالبنى التحتية المدنية فيها نتيجة الأعمال العسكرية الحكومية حسب الدعاء التقرير تسع فقرات لكن حين الإشارة إلى ما تعرض له ثمانية ملايين مدني في دمشق جراء استهداف المجموعات الإرهابية للعاصمة بأكثر من 2500 قزيفة واستشهاد وجرح الآلاف وتدمير المنازل والمشافي والمستوصفات يكتفي التقرير بالقول بشكل مبتسر في جملة واحدة تسع فقرات وبعدين جملة واحدة عن دمشق يقول فيها التقرير وأقتبس تواصلت أيضاً الهجمات على الأحياء السكنية في دمشق من الغوطة الشرقية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحة وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية انتهى الاقتباس السيد الرئيس نأمل أن لا تكرر الأمم المتحدة في الغوطة الشرقية سلوكها الممنهج الذي اتبعته في مناطق أخرى والقائم على عدم تقديم الدعم للمناطق التي يتم تحريرها أو التي تشهد مصالحات وأن تبادر الأمم المتحدة لاتباع نهج جديد ينسجم مبادئ ميثاقها وأحكام القانون الدولي نهج يقوم على التعاون والتنسيق الكاملين مع حكومة الجمهورية العربية السورية وهي الطرف المعني الوحيد بحماية ودعم السوريين ورفض الأنصية على الضغوط والأملاءات السياسية التي تفرضها بعض الدول الغربية النافذة في مجلس الأمن والتي لا تنسجم ومبادئ وقيام العمل الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي السيد الرئيس وزعت وزارة التجارة الداخلية السورية خلال الأسبوع الماضي فقط أربعة آلاف طن من المواد الغذائية أربعة آلاف طن من المواد الغذائية على مواطنين المدنيين الخارجي من الغوط الشرقي لا أعرف من أين جاء زميلي السفير الفرنسي بالمعلومات التي ذكرها لا أعرف من أين لكن شي طبيعي ما في عندهم سفارة في دمشق وبالتالي ليست لديه معلومات ذات مصداقية ختاما سيد الرئيس لقد أصدرت الدول الرعية للإرهاب تعليماتها إلى المجموعات الإرهابية المسلحة كي تستخدم السلاح الكيميائي مجددا في سوريا انتبهوا إلى هذه المعلومة مجددا وكي تفبرك الأدلة كما فعلت سابقا لاتهام الحكومة السورية تشير آخر المعلومات التي وافيناكم بها يوم أمس يوم أمس السيد الرئيس إلى أن هذا العمل المسرحي الذي تنتجه استخبارات هذه الدول ويمثله أفراد ما يسمى بالخوز البيضاء ويخرجه الإعلام الغربي يتم الإعداد له هذه المرة في المناطق القريبة من خط الفصل في الجولان في الجولان السوري المحتل حيث ستستخدم المجموعات الإرهابية الغازات السامة ضد المدنيين في بلدة الحارة وبعدها سيتم نقل المصابين إلى مشافي العدو الإسرائيلي لمعالجتهم هناك ويمكن لكم أن تتخيلوا ما ستكون عليه إفادات أطباء قوات الاحتلال الإسرائيلي حينها كما تشير المعلومات إلى أن مسرحية أخرى يتم الإعداد لها في قريتي الهابط وقلب لوزي في ريف إدلب حيث تم رصد عربات بث فضائي وخبراء من جنسيات مختلفة إضافة إلى تحضير كادر تمثيلي من النساء والأطفال من مخيم للنازحين على الحدود السورية التركية أيضا مرة أخرى أترك هذه المعلومات الهامة في عهدة مجلس الأمن الموقر شكرا السيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر